لان المبادرة زي ما بقول كده الرئيس كمان حدد قالي زي ما حضركم شايفين كده سفراء الدول والدولة العربية والافريقية والامتحدة والجامعة العربية كل حاضر موجود معاك مشارك معاك لانه انت في الاخر بتتكلم عليه عدم التدخل فيه اشيانة ليبي طبعا رئيس المخابرات العامة سيادة لواء عباس كامل وجهد كبير طبعا للادارة المصرية ومؤسساتها بالكامل زي ما بقول مؤسسات الدولة المصرية الحاضرة زي ما احنا بنتكلم كده لانه الجهد كبير ولكن مصر عندما تنطلق وعندما تتحدث ولما مصر تتحرك وحضرتك تبقى واسق من خطوات الدولة المصرية خطوات محسوبة لانه زي ما بقول لحالك كده لما يجيناك الامريكان دلوقتي الروس من شوية الفرنسوين من شوية الدول العربية ولسه هتجد ردود الافعال حول العالم ده اللي يعنينا بالمناسبة ده اللي هيعنينا ويعني اخواتنا في ليبيا الموقف الدولي الان كله مع دعم هذه المبادرة هذه المبادرة بتتحدث بشكل واضح عن وحدة ليبيا وسيادة ليبيا وحدة اراضيها عدم تقسيم ليبيا ان يكون فيه انتخابات لمجلس رئاسي جديد يكون فيه اتنين نائب رئيس المجلس الرئاسي تلت مناطق في ليبيا شرق وغرب وجنوب تلت مناطق منطقة شرقية منطقة جنوبية منطقة غربية من كل منطقة يكون فيه مسؤول يعني من واحدة منهم رئيس مجلس نواب واحدة منهم رئيس مجلس رئاسي واحدة منهم رئيس مجلس يعني يدير شؤون الدولة ثلاثة المسؤولين رئيس الجيش يعني يبقى فيه من ثلاثة المناطق دي يقتسموا السلطة ثم يقتسموا الثروة يبقاش في جهة بعينها كمان بتاخد الثروة يبقى الجميع والشعب الليبي هو في الاخر مستفيد مصر على فكرة لا مصر في اي وقت طول الوقت مصر دورها الاساسي اللي بتقوله النهاردة امام العالم هو اللي بتقوله في السر هو اللي بتقوله في العلن هو اللي بتقوله في كل مؤتمراتها هو اللي قاله سيدة الرئيس من وهو مرشح في 14 وهو رئيس في 14 وهو رئيس في 2020 نفس كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الوضع في ليبيا هو هو لم يتغير بالمناسبة مصر ما غيرتش موقفها على الاطلاق تاني بقول الحكاية دي لانه مهمة اوي وبالتالي حركتنا حركة هدفها صالح الاشقاء في ليبيا لم يكن ابدا انك بتناصر هنا او هنا احنا هدفنا والعالم كله هدفه ايه ايه ميبقاش فيه ميليشيا في ليبيا مش هتسمح الميليشيا دي تبقى موجودة تهدد امني على الاطلاق حضور وزير الدفاع النهاردة لازم الرسالة تبقى رايحة لمن يعنيه الامر ايا كان احنا بنتكلمش على تدخلات ولا عمرنا بتتدقل في شؤون الدول ولا تدخلنا قبل كده ولا تدخلنا بعد كده احنا بنشتغل الحل السلمي والحل السياسي هو الطريق الوحيد لحل الموضوع في ليبيا طيب لو في اطراف النهاردة بتقولك احنا بنرفض اللي ترح في القاهرة يرفض لكن العالم النهاردة العالم النهاردة كله على المحك ليه بقول على المحك اولا عندك تأييد دولي التزام اممي الامم المتحدة والامم المتحدة اكيد هتطلع بين رسمي النهاردة حول هذه المبادرة يعني متوقعين بين من الامم المتحدة كمان ولكن حاضرين باقي الدول منتظرين ردود فعل العالمية من باقي الدول لو حد النهاردة بيقولك انا لا مش عايز وقف اطلاق النار طيب يبقى النهاردة مين اللي هي تحرك النهاردة يبقى قدام مين قدام العالم مش الدولة المصرية بس لا لانه العالم النهاردة مع الموقف المصري مع المبادرة المصرية الموقف الدولة النهاردة هو داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وداعم للقيادة المصرية لانه احنا في الاخر هدفنا المشارع عقيلة صالح المشير الخليفة حفتر مع الشعب الليبي الشقيق حل هذا الامر كفاية ليبيا من 2011 لم تشهد اي استقرار كفاية ليبيا البلد اللي عندها واحدة من اكبر دول في العالم احتياطي فيها البترول شوفوا النهاردة الوضع